بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مصرع أو مقتل أو انتحار انتحار يعني زي ما هم عايزين يسموه خمسين صهيوني أشخاص مهمة جدا 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 برغم أنهما لا قادة عسكريين ولا قادة سياسيين وبيقولك أنهما انتحروا خمسين واحد يا ابو الشباب وأصلا بالعدد مرشح للزيادة والقصة حزينة للغاية من اللي قتلهم وليه قتلهم وإيه هي الرواية الصهيونية وإيه هي الاحتمالات لأننا لازم أقولك احتمالات لأنها ليست يقينية بس اليقين عندي أن الرواية الصهيونية خاطئة لأن هي غير منطقية الاحتمالات بقى الله هحطها لك دية يعني غالبا مش هيخرج من واحد فيهم وهستنى طبعا الأراء من الإخوة اللي عنده احتمال يحطوا المهم ده الموضوع اللي احنا هنقشئه في الفيديو فركز معايا يا ابو الشباب وقايلك بعد الفاصل من فضلكم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك المدفوع يعني عضوية القناة أو بعمل الشكر المدفوع وجزاكم الله خيرا وتفاصيل أكتر في تعليق مسبة أسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا ماذا حدث يا بالأبطال اللي حصل ان في واحد اسمه بن شمعون فقر مفاجأة في الكنسة وهم بيستعموا وبيستمعوا للشهادة بتاعته ايه هي الشهادة بتاعته ومين هو ومين هم الخمسين شخص اللي هم قيل ان هم انتحروا او اكتر وهل هم فعلا انتحروا ولا لا وحدة وحدة هنجاوب على الموضوع خلينا جيب لك القصة من البداية عشان تفهم القصة من البداية في غلاف غزة في قرية او مستوطنة مجورة لغزة على الغلاف اسمها رعيم كيبوتس اعتقد ان نطقت الاسم صح وعفوا ان كنت نطقته غلط المهم كان في حفل اسمه حفل نوفا او نوفا زي ما بينطقوها فالحفل ده يا ابو الشباب تزامن الحفل في الوقت اللي هو يوم 7 اكتوبر اللي قوات حماس هاجمت المكان فيه وكده ودخلوا وعملوا القصة اللي انتوا عارفين هدية طيب ايه علاقة الموضوع ده ومعلاقة الموضوع ده بقى ايه يا ابو الابطال اللي حصل ان طلعت طيارة صهيونية قسفت الحفل وقتلت وشردت وعملت وكمان الناس اللي هما كانوا جوة الحفلة عملين يقولوا للطيران ان هما اسرائيليين وان كذا ومع ذلك كانوا بيقصفوهم وقصة حزينة للغاية وبدون تحقيقات والخلاصة بعد ما قتلوا اللي قتلوه الصهينة يعني النتن هو على الارجح اللي دبر الموضوع ده مع المساد لقتل الناس دي لانه كان متهيأ له انه بهذه الطريقة هيجيب زريعة ويقول ان حماس قتلت الناس دي وبالتالي لما يعمل ابادة الغزة يبقى عنده حق او الاعلام يقدر يصور للناس انه عنده حق كانت المؤامرة بهذا الشكل طبعا حساباته كلها عن الحرب مع حماس جد غلط والوقتي الفضايح طلع يا ابو الابطال ايه اللي حصل يا ابو الابطال اللي حصل ان فيه خمسين شخص على الاقل والعدد مرشح لزيادة انتحروا طب من هم الخمسين شخص دول دول صهينة شهود عيان في الحفل بتاع نوفا وهيشهدوا على الحكومة وهيشهدوا على القوات الاسرائيلية وفيه شهادات كتير اصلا طلعت فالخلاصة الخمسين شخص دول يا ابو الشباب هم في الحقيقة اشخاص مهمة جدا يعني اهم من السياسيين واهم كمان من القادة العسكريين لان شهادتهم هتفضح الدنيا وهتفضح الحكومة ومن هنا بقى يا ابو الشباب جاء مربط الفرس ايه هو بقى مربط الفرس ما انتوا عارفين ان الحل عند الامريكان وعند الصهينة هو ان الشخص اللي ما تقدرش تشتريه وتسكته بالفلوس يبقى انك انت تقتله طيب هل هم الناس ديت يعني حولوا معاها هقولك انك انت لازم تقرأ الاحداث الموضوع ده صعب انك انت تشوفه طيب خليني اقولك ليه من البداية انا رفض الرواية الصهينية وقولك ايه هي الرواية الرواية الصهينية يا ابو الشباب ان في ناس طلعوا عددهم مش عارف بالالاف يعني بيعانوا من حالات نفسية وانهم بيعانوا من المشي اثناء النوم وانه التبول اثناء الليل وفي ناس ما بتعرفش اتنام واللي بينام بينام بالمهدئات يعني خصص حزينة كده وبناء عليه خد بالك وركز وبناء عليه فيه من الالاف دول فيه خمسين واحد او ميت واحد او اقل او اكتر انتحروا بسبب ايه بسبب ان العلاج مش متوفر ليهم من ناحية والروتين الصعب من ناحية التانية ويقوله املى استمرات وكذا وبناء عليه ضاق نفسيا وانتحر هكذا عايزين يصوروا هذه المسألة كلام ده طبعا كلام فارغ الكلام ده ما يخشش عقل خالص الكلام ده ما يخشش مليوش منطق خالص الكلام ده ما فيش عقيل صغير يصدق هو النتنياهو في الوقت بتاع اللي هو غزو غزة وبعد كده فيه ناس طلعت مش هيوفر لهم العلاج لهو مش قادر يعني مش لاقي علاج ليهم يعني محمد بن زايد ما يقدرش ياخدهم هم كلهم على بعضيهم 700-800 واحد ما يقدرش ياخدهم كلهم محمد بن زايد ويعالجهم على حسابه في امريكا وفي افخم المستشفيات مسألة مش منطقية طبعا مسألة انه ما فيش امكانيات او مسألة ان الروتين اللي هما بيتعصروا به الكلام ده تشوفه فارغ الصيونية وتشوفه في اماكن كتير والجزيرة متكلمة النهاردة ومبارح على الموضوع ده هحاولي اسملك الروابط فطبعا اللي بيخلينا نقولك ان الرواب ان الكلام الصيوني كذب ومية في المية كذب مش 99 في المية ايه اللي بيخلينا نقولك الكلام هذا ومتأكد مية بالمية انه كذب ايه ان الرواية مش منطقية ما انت في اصول التفكير السليم يمكنك انك انت تكذب الرواية لكن ما تقدرش انك انت تصل الى قرار نهائي فيها الا بقى بالادلة اتكلم على الرواية الخبرية لما يجي لك خبر مهوش منطقي يبقى كذب وانت مغمض عينك الاثنين لكن لما يجي لك خبر منطقي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يعني ليس كل خبر منطقي صدق وليس كل خبر منطقي كذب لكن في الاخبار الغير منطقية كلها جملة وعلى الغيب كذب الا اللي يحصل عليه برهان بعد كده وكانت هنا مهمة المعجزات والانبياء يعني تجي لك مثلا خبر زي الاسراء والمعراج يجي لك خبر زي في مثلا معركة سيف البحر او في معركة مؤتة او كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الاخبار وبعد كده اللي راجع من الحرب بيبدأ يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فدي بقى ما بيبقاش كذب انما بتبقى معجزة يعني تقدر تقول المعجزة هو كلام غير منطقي بالمرضة ولكنه ثبت بالدليل العملي القطعي هذه هي المعجزة خليني ارجع للموضوع وقولك ان الرواية الصهيونية انهم يعني الروتين صعب وعشان كده هم التانين المرضى اديقوا وبدأ ينتحر فيهم واحد بعد التاني دي تشيلها من دماغك خالص حتى انهم الصهيونة ما عندهمش فلوس انهم يعالجوا الجرحة او يعالجوا المصابين والمصدومين نفسيا دي كمان تشيلها من دماغك خالص كلام غير منطقي لا من قريب ولا من بعيد وطالما انهم قالوا رواية غير منطقية اذا هم كذبين وطالما انهم كذبين اذا هناك شيء ما هم عايزين يداروا عليه وعليك انك انت تبحث عن هذا الشيء والشيء هذا انت تقدر تستقرئه بقى وتقدر تستنبطه وتقدر تستنتجه لما انت تركب الرواية الغير منطقية الكاذبة هذه مع رواية صهيونية من قبل قالوا فيها وطلعت برضو فضيحة ان الطيران الاسرائيلي ضرب الناس ديت وبعدين لهم بتوع الحفلة يعني ضرب الصهينة اللي كانوا في الحفلة اللي هي حفلة نوفا وبعد كده قالوا انه ضربهم بشكل عفو بالخطأ وكانوا يحسبهم من حماس وكذا هيحسبهم من حماس ازاي ان كانت واحدة ماشية من غير هدوم تقريبا طيب دي الوقت الرواية بالشكل ده وات لحد الوقت ما تقدرش تكذبها لماذا لان هي ممكن تكون حصلت لكن هنا بقى يأتي دور الناس اللي هم انتحروا دول او بالاحرى اللي نيتنياهو والموساد قتلوهم وقالوا ان هم انتحروا مين هم الناس دول الخمسين شخص اللي انا حكيت لك عليهم ويمكن اكتر ودول يا ابو الشباب قدلوا بشهادات في الكنيسة الصهيوني قلبة الدنيا يا ابو الابطال وبالتالي العصابة الكبيرة اللي هي بقى الناتنياهو بن غفير والسموترش والغلنت ومش عارفين والعالم دي كلها بدأوا ان هم هيتفضحوا والدنيا هتخرب وبعد كده الامريكان هيتجروا في الموضوع لان هو التكبير كله امريكي في الحقيقة وهقولك الوقت التكبير كله امريكي ليه فالامور دي كلها يا ابو الابطال لما تركبها مع بعضيها تعرف شيء مهم جدا هو اللي يخليك تستنتج بشكل كبير جدا ان دول اتقتلوا وقيل عنهم انهم منتحروا ومنتحروش انما قتلوا وبيد القوات الصهيونية والمكر الصهيوني مكروا باهليهم وقتلوهم عشان ايه عشان يخرسوهم طبعا الصهينة والامريكان لهم باع طويل جدا في قتل الزعماء السياسيين يا راجل عشان يخبوا معهم الفضايح وقتلوا جون كيندي لان جون كيندي كان راجع وكان ناوي يكرت وينظف امريكا المهم مش عايز اخش بعيد عن الموضوع قتلوه فمش هيقتلوا الشوية دول طب قتلوهم ليه انا هقولك يا ابو الشباب انا اعتقد بشكل كبير انه لما الحفلة دي خلصت وحصل فيهم حوالي 679 ناجي كان المساد والنتنياهو لا يتوقعون ان ولا ناجي واحد بس يطلع منهم وبعد ذلك طلع منهم العدد الكبير ده يا ابو الابطال فنس فيهم اتعلجت ونس فيهم كذا ومش عارف ايه لكن بقى هيبدأ التحقيقات وفي الناس اللي نجت من المسبحة بتاع الصهينة ونجت من ان حماس يخطفوهم يعني نجوا من الاتنين دول بدأ وبقى ايه يتم التحقيق معهم وكل واحد طبعا هيتم التحقيق معه وعايز يقول الحقيقة لانه مش عايز يورط نفسه في اي مشكلة يكون كذبه ويتهموه بحاجة ومن ناحية تانية القادة الصهينة مش عايزينه يقول الحقيقة فانا قنعتي انه تم الالتفاف حوالين الناس الناجين دولة اغلبهم واغلبهم قبل ان هو يسكت يا اما تحت التهديد يا اما تحت الاغراء يعني قالوا له هنديلك ومش عارفه وبتاعه الموضوع يعدي وهتععد وما فيش خدمة عسكرية تانية ليك وكذا وهيكون عندك مرتب كبير ده كان نتنياهو عارض خمس الف دولار على الشخص اللي يرجع يعيش في غلاف غزة فما بالك بقى الشخص اللي عنده اسرار فانا تنياهو كان عارض خمس الف دولار شهريا لشخص مالوش اي علاقة بالملوخية فما بالك بقى بشخص ايه يكون يعني عنده اسرار ممكن يطلعها فانا اعتقد انه اللي حصل انه اكتر الناس ابلت لكن فيه مثلا بضعة عشرات ان كانوا خمسين او اقل او اكتر لان فيه تشكيك في الكلام يعني هما التنين من الساكتين برضو بيشكك وفيه كلام بن شمعون اللي هو فجر الفضيحة الكبيرة هذه فايه اللي حصل يا بالابطال اللي حصل انه من وجهة نظري واستنتاجا مش بنقل لك خبر من وجهة نظري اللي حصل ان الموساد حاول انه هو يلم الموضوع او الشباك او اي ادارة امنية هناك في اسرائيل حاولوا يلموا الموضوع مع الجماعة شهود العيان دول فاغلبهم وافق ولكن القليل منهم بقى ما وافقش ليهم عندهم اخلاق اولاك ما عندهمش اخلاق بس ممكن يكونوا مخضوعين فعلا ويهود ومتدينين وعاشين الضور ومتهالهم بقى انهم شعب الله المختار وانهم ممكن يستبيحوا الناس وانهم ما يكذبوش على بعضهم ممكن من هذا الباب تلاقيه وان كانت هتبقى نسبة ضعيفة لكن النسبة الكبيرة على ما اعتقد انا هي انه الاشخاص اللي هناك خد بالك وركز عشان الكلام ده مهم اللي انا اعتقده ان الاشخاص اللي كانوا في الحفلة دول اللي كان معه ولاده وولده ماتوا وطالع عايز ينتقم واللي كان معه مراته ومراته ماتت برضو نفس الشيء واللي كان معه جزء ممكن نفس الشيء والولدها ماتوا وكذا يعني فيه ناس بقى ايه اصبح الثقر الشخصي هو الدافع في الانتقام من حكومة النتنياهو طيب هم الوقت عندهم دافع للثقر الشخصي لكن كيف هم هيعملوا ثقر شخصي هيعملوا ثقر شخصي بالقانون كل الحكاية ان هم يفضحوا افعال النتنياهو ويفضحوا افعال اللي حصلت في الحفلة دي لان هم متهيأ لهم لما يفضحوها يعني الاحزاب التانية هتستفيد والقضاء هيتحرك ده التصور اللي عندهم لكن هم لو يعرفوا ان هي كلها عصابة واحدة كان ممكن يحصل يعني شيء غير هذا الامر لكن ده اللي حصل المهم خليني اركب لك المسألة في حفلة الصهينة قصفوها عن عمد وقصد وبعدين قالوا بشكل عفوي وكانوا يحسبوهم من حماس هيحسبوهم من حماس ازاي ان كانت واحدة ماشية من غير هدوم تقريبا المهم خليني في الموضوع فخلاصة المسألة يا ابو الابطال كانت في حفلة والصهينة قصفوهم عن قصد وعمد وبعدين قالوا لأ ده بشكل عفوي وبعد كده حصل الضحايا وبعد كده الناجين بعضهم خاف وبعضهم قبل الاغراءات وبعض الناجين لم يقبل الاغراءات بدافع بقى ثقر شخصي او بدافع ديني او متهيقلوا انه ممكن يعني يحقق مكاسب سياسية او متهيقلوا في منافع اكبر او عايز ينتقم يعني الخلاصة في طائفة هذه الطائفة قليلة جدا يعني من الثلاث اربع تلاف اللي هما اصيبوا بامراض نفسية بسبب الحرب منهم خمسين واحد يعني مثلا ادي واحد في المية مثلا او واحد ونص في المية مثلا في الحدود دي دول يا ابو الشباب اللي قلبوا الدنيا فوق دماغ الصهينة وعملوا الاعترافات هذه مش هتلاقي لها اي تركيبة غير كده مش هتلاقي اي تفسير غير كده ومناء على ما سبق يبقى الحكومة الصهينية ووراها الامريكان بيوجهوا مأزق والمأزق دوة يا ابو الشباب هو ايه ان شهود العيان هيشهدوا وهيطلعوا الحقيقة وهيخشوا بقى في دوام وكده فبالتالي هو الوقتي النتنياهو يقولك يروح ما بعدك روح وبنغفير نفس الشيء وسموترش يعني باختصار عصابة الذئاب هذه كلها من مصلحتها التخلص من الخمسين اللي ماتوا دول وبعد بمنتهى السهولة يقتلوهم ويقولك ان هم انتحروا وبعد ذلك مين اللي هيحقق في الموضوع ومين اللي هيعمل في الموضوع ومين يعني اللي هيمشي وراهم بلدهم والاوراق اوراقهم والطبيب الشرعي هيقول اللي هم عايزينه وبعد ما جسس تدفن يروحوا يطلعوها ويحطوها في المحرقة عشان خاطر يعني يبتبقى رماد وفي المستقبل ما يحصلش اي تحقيقات انا مش بقولك ان ده قطعا هيحصل بتاع المحرقة لكن اقولك هيعملوه ممكن من باب الاحتياط بالله اعلم ده هو تفسيري واعتقالي وسوء ظني بالصهينة في هذه القضية واكتفي بهذا القدر والسلام عليكم